السلام عليكم أستاذ هاني حسين شكراً إلك على المواضيع اللي بتقدمها واللي بتفيد الشباب العربي بشكل كبير عندي سؤال لو سمحت هو أفكر أعمل موقع للأعلانات المبوبة أو ما يسمى حراج لدولة محددة مثلاً أو منطقة محددة واختيار صنف واحد مثلاً السيارات أو العقارات كبداية لاني مش هقدر نافس المواقع الكبيرة اللي بتشتغل على أصناف كثيرة مثل دوبيزيل أو السوق المفتوح ما هي نصايحاك طريقة الربح بفكر أنه خليها مثلاً إعلان مميز بواجهة الموقع مقابل الدفع أو عرض منتجات من سوق دوت كوم أو هيك شي مثلاً تنصحني وهل في منافسة كبيرة وما هي نصايحك إلي به المجال هذا الله يزيك بسم الله الرحمن الرحيم السؤال 233 في أسك هاني شكراً لك أخي على سؤالك طيب سمعتوا سؤال أخونا الكريم عنده فكرة هو حاببها طبعاً وطالما حاببها ومهتم فيها إذن هي الأنسب إنك تبدأ فيها إنها فكرة زي فكرة إعلانات مباوبة تمام إعلانات مباوبة دوبيزيل غير وحراج وهي الأمور كلها هلأ أخونا الكريم لما أفكر قال أنا كيف بدي أنافس الناس الكبيرة هي كلها فعلشان أقدر أتميز لأنه الفكرة تبعتك مش مميزة فاهم علي يعني فكرة الإعلانات المباوبة مش إشي جديد على الناس فإشي مميز فريد من نوعه فالناس على طول يا جماعة في موقع جديد لا عادي جداً وفي مليون موقع زيه عربياً وأزنبياً وكله تماماً وبالتالي الطريقة الوحيدة علشان تتميز هي التخصص دايماً هيك أي أسلوب عمل بيحتاج منك إنه تعمله بطريقة فريدة من نوعها وإنت مش عارف تعمله هيك لأنه في كتير ناس بيعملوا زيك اتخصص أي أسلوب عمل يعني نفس الفكرة لو أنت مواقعك هتعملها عامة كبيرة كثير وفي منها كثير زي هيك هتلاقي صعوبة في عملها فتخصص تمام طيب هلأ الفكرة حلوة تمام بدك تتخصص بدك تحكي بس مثلاً أنا موبايلات أو أنا مثلاً سيارات أو أنا مثلاً إشي صغير جداً بس فيه إلو اهتمام كتير أنا بس هذا أنا موقعي فقط هذا وفكرتك إنه يحط AdSense يحط إعلان مميز يحط بعض منتجات الأفليت اللي مناسبة طبعاً لهذا السوق المتخصص جداً اللي أنت اخترته ويربح منه تمام وين الفكرة هلأ الفكرة هي إنك لما تتخصص في أسلوب مش فريد من نوعه يعني فيه ناس كتير عاملينه لما تتخصص في هذا الأسلوب المشكلة هنا بالعدد فلازم لما تتخصص يكون عندك سيستم ومصدر ربحي تربح منه كتير يعني يكون فيه إشي مجدي علشان العدد أليل فاهم الفكرة؟ هلأ لو فكرنا مثلاً بأسلوبك أو بلاش خنبلش بأسلوبك لو فكرنا مثلاً بAdSense فيه ناس كتير كاتبين عن الصحة والرياضة وكذا ومواقعهم عامة جداً جيت إنت فكرت بدي أتخصص وأحكي بس مثلاً عن الدايت اللي اسمه الكيتو أو الدايت الهاي بروتين دايت بس بس أنا هذا موقعي بيحكي عن الكايتو أو الكيتو مش عارف كيف بسموها تمام؟ لأني جربتها بس فترة صغيرة بس تمام؟ فبس عن هذا بتحكي هلأ وين المشكلة؟ المشكلة لك حتحط إعلانة AdSense حتتخصص فحتكون مميز عن غيرك من الناس لكن المشكلة أنه هل حيدخل عندك ملايين؟ هل حيدخل عندك ناس كتير؟ لأ وهي هاي المشكلة هون الفكرة طيب ليش مشكلة؟ لأنه مصدرك الربح بيعطيك ملالين AdSense وبالتالي أنت علشان تربح كتير لازم يدخلك ناس بالملايين فبيدخل ناس بالملايين بسوق متخصص؟ لأ مش موجودة فصارت الفكرة كلها هنا بدها تفكير وتعديل فهمت المبدأ صح؟ طيب لو جينا على فكرتك أنت وسوقك أنت بدك تتخصص فقط في كذا إذن أنت قللت جدا كمية الناس اللي حيفوتوا عندك لأنك تخصصت صح؟ ماشي مصدر الربحي إعلان مميز طيب مين حيحط إعلان مميز وموقعك بدخلوا عشر تلاف واحد؟ ولا واحد طبعا لأنه موقعك بيجوش ناس ترافيك كتير فليش أميز إعلاني وأدفع لك فلوس؟ هاي أولا طيب حطيت آدسنس بدخل عندك عشر تلاف واحد طيب كم حتربح من الآدسنس معناته؟ شوية دولارات؟ مش كتير انسى الموضوع صح؟ طيب الأفليت أوكي مناسب ممكن تكون مجدية هلأ أفليت اللي في سوق جوميا وهدول المشكلة إنه النسبة العمولة بتكون مش عارف 5% أو 3% أو 2% وبعض المنتجات 1% فحكي فاضي فبدك تحط أشياء الربح منها مجدي هي هاي الفكرة لأنه أنت العدد قليل ما أنت تخصصت صح؟ هي هاي الفكرة فطالما تخصصت في سوق زي ما حكينا مش فريد من نوعه يعني أنت اللي بتعمله مش فريد من نوعه عادي ففي كتير ناس منه فأنت تخصصت عشان تتميز عنهم وبالتالي العدد أقل إذن لازم يكون الطريقة التسويقية والمصدر الربحي والبيزنس موديل تبعك يعني يوازي هذا الموضوع يعني تعرف من خلاله إنه أوكي أنا بدخلني مثلاً 50 ألف واحد صر لي بستغل مثلاً سنة كاملة وبدخلني الآن 50 ألف واحد من جوجل وصفحتي وكذا مهتمين جداً بهذا التخصص الصغير اللي أنا ما أخده بس الخمسين ألف واحد أنا عندي طريقة ربحية بربح منهم كويس فهمين الفكرة؟ هي هاي الفكرة بس لأنه إنت ممكن من خمسين ألف واحد تربح مثلاً تعمل أسلوب بيزنس بحيث تربح كعمولة تسويقية مثلاً على المبيعة 30 دولار فإنت عشان تحقق ألف محتاج 30 بس من الخمسين ألف واحد عشان تحقق ألفين محتاج 60 من الخمسين ألف واحد أما أدسنس أو الفكرة أنت حكيتها فإنت علشان تربح عمولة بـ 2 دولار مثلاً من سوق دوتكم فإنت عشان تحقق ألف بدك 200 واحد يشتري شفت الفرق الكبير 200 واحد يشتري عشان تحقق ألف مش 30 ميتين فبدك تتخصص فكر في بيزنس موديل مناسب طبعاً مناسب لهدفك أنت ممكن تقول لي أنا كل اللي بدي إياهم ألف دولار ومش بحتاجه أكتر أوكي ماشي الألف دولار بطلعوا ما فيش مشكلة يعني تمام اشتغل ابدأ أوكي بس بدك تتطور بدك بيزنس لا فكر في البيزنس موديلي كويس لما تتخصص كتير حتقل لعدد الناس اللي حيفوته لأنك أنت متخصص يمعلم وبالتالي بدك تحط مصدر ربحي يعطيك أكبر قدر من المال على التحويل الواحد تحويل الواحد سواء شرائك لك غيره لازم أكبر قدر ممكن فدور على إيش يعطيك أكبر قدر ممكن هي هاي كل الفكرة هلأ ممكن يكون هذا الإيش مثلاً إنك أنت في داخل موقعك تعمل برضو يعني نوع من أنواع الأفليت اللي هو مثلاً أنت عن السيارات فتروح على وكالة سيارات أو على تاجر سيارات وتقول له أنا ببلاش هحط إعلانك أو هحط مثلاً أعمل حركة حلوة هيك في الموقع عندي بحيث أخلي إعلانك مبين بس أي واحد بيعمل كليك وباتصل علي وبتمديل وبشتري منك سيارة بدي أخذ عمولي كذا مثلاً هاي فكرة فكرة والله العظيمة بتنعمل عادي يعني سهلة مش صعبة العمل يعني فحيقول لك آه ليه لأنه أنا مش دافع إشي لو صارت مبيعة أنا ربحان فلوس فاخد عمولي يا سيدي ما عنديش مشكلة مثلاً صح فبدك تفكر فكر 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 قعد هيك مع حالك وتطلع على الموضوع من برة فاهم يعني أنت حطه على الشارع هيك واطلع على العمارة فوق الدور العاشر وتفرج عليه كله هيك وفكر واكتب وإن شاء الله يا ربي خير أشكرك جداً على سؤالك